بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن عصرنا الحاضر هو عصر متقدم في كل المجالات متشابك ومتشعب في مشكلاته العديدة وفي ما ينتج كل يوم تكاد الأحداث وتكاد الوقائع ألا تنحصر تحت حصر وأن لا تقع تحت عد أحد من العادين نظرا لسرعة الحدث وسرعة وقوعه بل يكاد أن يكون الحدث واقعا على مستوى الدقيقة الواحدة فسمة التطور والسرعة والتعقيد في كثير من الأحوال هي سمة هذا العصر فهل يا ترى يمكن أن ينضبط هذا العصر المتسارع المتشابك المعقد بما فهمه العلماء وبما نفهمه من النص الشريف من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة الأخرى التي استنبطها العلماء من القرآن الكريم أو شاهد لها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بأنها أدلة يحتج بها أو بتعبير العلماء شاهد لها النص الكريم بالاعتبار والحجية هذه المسألة هي حقيقة مقررة هي أن النص الشريف جاء ضابطا لحركة الحياة منذ أن بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس هاديا وبشيرا ورحمة إلى أن تقوم الساعة وتبقى هذه الإشكالية التي طرحها العلماء إذا كان النص الشريف من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نصا محدودا يمكن أن نقول معدودا في آياته وفي أحاديثه فكيف يضبط هذا النص المحدود أو كيف يضبط هذا النص المتناهي بكلام العلماء هذا الواقع اللامتناهي هذا الواقع اللامحدود هذا الواقع المتسارع في وقائعه وفي أحداثه لا شك أن القرآن الكريم تكلم عن هذه المسألة والقرآن الكريم يقول يقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه الإمام مالك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي إذن النصوص الموجودة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي توصف بأنها محدودة نحن نؤمن بأنها تضبط حركة الحياة في كل عصر وفي كل وقت وفي كل مصر وفي كل مكان لكن كيف تضبط هذا يحتاج إلى عقل رشيد عقل منضبط عقل فاهم لواقع الناس وفاهم أيضا لدلالات النصوص الشرعية أي نحتاج إلى عقل جامع بين العلوم المختلفة التي بها نفهم النص الشريف نفهم القرآن الكريم ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوقت نفسه هذا العقل يفهم الواقع فهما دقيقا محيطا بأبعاده المختلفة ثم هذا العقل ينزل ما فهمه من النصوص الشرعية على هذا الواقع اللامتناهي على هذا الواقع المعقد فنستطيع بهذه الكيفية أن نضبط حركة الحياة هو أن نقول بالفعل بأن الفقه الإسلامي أو الفهم الذي فهمه العلماء على مر العصور كان فهما دقيقا معطاء لكل الحلول التي تنحل بها المشكلات كل في عصره ولذلك لما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم وجدنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدعوا في حل مشكلات عصرهم لأنهم يعلمون أسرار التشريع ويعلمون هذه المظلة التي يستظل بها الفهم الرشيد للنص الشريف هي مظلة الرحمة ومظلة التيسير ومظلة العطاء والبناء ولذلك انطلقوا إلى الآفاق في الحضارات المختلفة ولم يقفوا فقط عند شبه الجزيرة العربية البسيطة في تناولها للقضايا إنما انطلقوا إلى الشام وانطلقوا إلى مصر وانطلقوا إلى العراق في بلاد فيها حضارات وفيها عراقة للإدارة الحديثة في وقتهم ومع ذلك لم يقفوا مكتوف الأيدي وإنما فهموا النص الشريف وأعطوا الحلول التي تنحل بها مشكلات عصرهم وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه والهمنا الصواب والسلاد والرشاد فيما نقول وفيما نفعل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى